بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته تحياتي لكم متابعين الأعزاء أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية في فيديو اليوم سوف نعرض لكم وصفة قوية جدا وممتازة وفعالة أيضا لتخصيص الوزن ولسد الشهية وللتخلص من مشكلة القابلية المفرطة في تناول الطعام لأن تناول الطعام الشديد والسمنة الزائدة بطبيعة الحال سوف يؤدياني لا محالة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالجسم وإصابته لا قدر الله بأمراض قد لا يكون الجسم مستعدا لها طيب وبدون إطالة نباشر بأول وصفة ألا وهي وصفة أعواد البقدونس أو المعدنوس كما تسمى أو مشروب أعواد البقدونس حيث يعتبر هذا المشروب مثاليا وممتازا جدا لأنه يعمل على سد الشهية بطريقة جد قوية وثابتة وهذا هو المهم وأيضا تعمل أوراق البقدونس على طرد الأملاح المترصبة في الجسم أولا نقوم بغلي باقة من أعواد البقدونس أو كمية منها وهي الكمية التي نحتاج إليها في كوب من الماء لمدة عشر دقائق بعد ذلك نضيف إليها مقدار ملعقة كبيرة من بذور الشمر كما تشاهدونها الآن أمامكم ويمكن أيضا حتى إضافة ملعقة من القرفة إن لم تتوفر بذور الشمر أو حتى نضيف مقدار نصف ملعقة من عصير الليمون أو الحامض مثل ما تشاءون بعد ذلك نترك المحلول لكي يبرد قليلا فنتحصل عليه بهذه الطريقة ثم نقوم بتصفيته فنتحصل على هذا المحلول كما تشاهدونه الآن أمامكم بالنسبة لطريقة الاستعمال هنا يشرب من هذا المحلول بساعة كاملة قبل الأكل لمرتين في اليوم إلى غاية إنقاص الوزن للدرجة التي نريدها ثم بعد ذلك نتوقف عن شرب هذا المحلول من المهم هنا عند اتباع الوصفات التي سوف أعرضها لحضاراتكم ولكي يتم فقد الشهية أن نتجنب وضع السكر في المشروبات لأن إضافتها سيؤدي إلى مفعول عكسي وهذه النقطة مهمة يجب الانتباه لها جيدا طيب ولمن لديهم وزن كبير جدا وصمنة مفرطة أو لمن لديهم قابلية كبيرة جدا لتناول الطعام أو حتى لمن يريدون تخفيض الوزن بوتيرة أسرع وبطريقة صحية وآمنة في نفس الوقت سنتحدث عن ذلك لاحقا لأن الآن بصدد تقديم بعض الوصفات كل واحدة منها متعلقة بالوصفة الأخيرة وأنتم اختاروا من بين هذه الوصفات التي ترغبون واستعمالها مع الوصفة الأخيرة طيب ننتقل الآن متابعين الأفاضل إلى الوصفة الثانية وهي وصفة الميرامية الميرامية هي عشبة قوية جدا وممتازة فهي أحد أهم الأعشاب في سد الشهية لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة للجسم ولتحسين حركة الهضم مما يجعلنا لا نشعر بالجوع أبدا أيضا سوف نحتاج إلى مقدار ملعقة كبيرة من مطحون الزنجبيل نضع مقدار ملعقة كبيرة من الميرامية سواء كانت عشبة أو كانت مطحونة على هذا الشكل بالإضافة إلى مقدار ملعقة كبيرة من مطحون الزنجبيل في ماء مغلي ونتركه لينقع لمدة عشر دقائق طيب بعد أن وضعنا كل من الميرامية ومطحون الزنجبيل في ماء مغلي لمدة عشر دقائق نترك المكونين حتى ينقع جيدا في ماء مغلي وبعد أن يبرد نقوم بتصفية المحلول حتى يصير جاهزا للاستعمال طيب بعد أن صار المحلول جاهزا للاستعمال نشرب من هذا المحلول كوبا واحدا قبل الأكل بساعة كاملة وقبل الوجبات الثلاثة هذه الوصفة أيضا ممتازة وقوية جدا يمكنكم الاكتفاء بها أو استعمالها مع الوصفة الموالية التي سوف نحضرها الآن طيب هاتان الوصفتان التي حضرناهما مع بعض سواء محلول أعواد البقدونس أو محلول الميرامية سوف نستعمل واحدة منهما فقط ولا نستعملهما مع بعض هذا في حال استعملنا الوصفة الثالثة بمعنى أن إحدى هاتين الوصفتين مرتبطة بالوصفة الثالثة التي سوف نحضرها الآن وكما قلت سابقا الوصفة الثالثة هي الوصفة الأقوى موجهة لمن لديهم وزن زائد عن اللزوم وأيضا لمن يعانون من مشكلة الإكثار والقابلية الشديدة في تناول الطعام أو لمن يريدون تسريع الحصول على النتيجة لكن بطريقة صحية وآمنة طيب ننتقل الآن متابعين الأفاضل إلى الوصفة القوية وهي الوصفة الثالثة والأخيرة أولا نحضر المكون الأساسي وهو الشوفان أو مطحون الشوفان لكن وجب التنبيه هنا إلى أمر أساسي الشوفان موجود في المحلات التجارية بعدة أنواع وكثير منه يكون محلى أو فيه نكهة إضافية ومضافا إليه السكر الذي يزيد من السعارات الحرارية دون زيادة في القيمة الغذائية لذلك أنا أنصح وبشدة حتى تنجح هذه الوصفة معنا أن نقوم باختيار الشوفان غير المنكه أو الانتباه إلى المكونات المضافة إلى الشوفان على ملسق الأغذية للمحافظة على السعارات القليلة وتحقيق نتائج خسارة الوزن المطلوبة طيب لماذا اخترنا الشوفان هنا مكون أساسي؟ لأن الشوفان حسب ما هو ثابت علميا يعد من أكثر وأكبر الأغذية كفاءة في الإحساس بالشبع وهذا بعد تناوله ومن أكثر الأغذية إشباعا فالشوفان غني بنوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتاغلوكان والتي يستغرق هضمها في المعدة وقتا طويلا جدا فتبقى المعدة مليئة لفترة طويلة من الزمن وتشجع هذه الألياف على إفراز الهرمونات المعاوية التي تعزز الشبع وبذلك يكون الشوفان هنا مفيدا جدا للمساعدة على تخفيض كميات الطعام المتناولة خلال اليوم وبالتالي يساعد على خسارة الوزن هذا هو السر في هذه الوصفة وفي الشوفان على وجه التحديد وأظنكم قد تعرفتم عليه الآن طيب بعد ذلك نحضر مقدار كوب كبير من الحليب منزوع الدسم ونصف كوب من مطحون الشوفان بطبيعة الحال يمكنكم مضاعفة الكمية من خلال إضافة كوب من مطحون الشوفان لكن كوبين من الحليب بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونضيف نصف الكوب من مطحون الشوفان وبعده كوب من الحليب المنزوع الدسم ونعرضه إلى حرارة هادئة مع الخلط الجيد حتى يتفاقل المحلول شيئا فشيئا ويصير بالتالي جاهزا للاستعمال لأن الشوفان حين يمزج بالحليب سيصير لزجا مما يصعب على المعدة أن تمتصه بشكل أسرع ويبقى في المعدة لفترة طويلة من الزمن مما سيشعرنا بالشبع لفترة أطوى وبالتالي سنكون قد استفدنا من مكونات الشوفان وابتعدنا في نفس الوقت عن السعارات الحرارية التي تزيد من الوزن طيب بعد ذلك تكون الوجبة جاهزة للاستعمال طيب هنا يفضل أن نضيف مقدار ملعقة صغيرة من ديبسي التمر وكنا قد تعرفنا في الحلقة الماضية طريقة تحضير ديبسي التمر فقط للتحلية دون الإكثار من ديبسي التمر طيب ديبسي التمر هنا أمر مفضل وليس ضروري وسبب إضافة الدبسي هنا لأنه يمنع تراكم الدهون في الأوعية الدموية ويحافظ على معدل ضربات القلب لاحتوائه على كمية عالية جدا من البوتاسيوم وكمية منخفضة من السوديوم طيب الآن صارت الوجبة جاهزة بالنسبة لطريقة الاستعمال في حال أردتم تناول وجبة الشوفان هذه لوحدها فنأخذ منها طبقا صغيرا نتناوله صباحا وقبل الوجبات الثلاثة وهنا سوف تشاهدون السر بأعينكم ستجدون أن الكمية التي سوف تتناولونها أثناء وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء قد قلت بنسبة ثمانين إلى تسعين في المئة نعم وصارت الشهية لديكم شبهة منعدمة لأن الشوفان أكبر مكون يملأ المعدة إذا تم تناوله قبل الوجبات بل قد يصل الأمر في بعض الأحيان عند بعض الأشخاص أنهم سيستغنون كليا عن وجبة العشاء وستخلصون بالتالي من مشكلة القابلية الشديدة للأكل وهذا مما سينقص بالضرورة من الوزن الزائد بطريقة صحية وآمنة طيب الآن سوف ننتقل إلى طريقة استعمال الوصفة الأولى أو الثانية مع الثالثة هذا محلول وصفة أعواد البقدونس وهذا محلول وصفة الميرامية طيب أولا لا بد من العلم هنا أن وجبة الإفطار الصباحية لا يجب أبدا التفريط فيها مطلقا لسببين اثنين كلاهما له علاقة بالصحة وبإنقاص الوزن من جهة أخرى أولا لأنها تساعد على تزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم لإنجاز الأعمال المختلفة في بداية اللوم واللازمة أيضا لعمل الدماغ والعضلات بشكل سليم هذا الجانب الصحي الأول أما الجانب الثاني فهي تساعد على الشعور بالشبع لعدة ساعات وهذا هو المهم بعد وجبة الإفطار نتناول كوبا واحدا فقط من هاتين الوصفتين نختار إحدى هاتين الوصفتين سواء أعواد البقدونس أو الميرامية وقبل وجبة الغداء نتناول أول طبق شوفان في اليوم بنحو ساعة كاملة قبل الوجبة وقبل وجبة العشاء أيضا بنحو ساعة أو ساعة ونصف نتناول وجبة الشوفان الثانية وبعد تناول وجبة العشاء نشرب الكوب الثاني من محلول البقدونس أو الميرامية لكن بشرط هذه الطريقة لا يجب أبدا المداوم عليها لمدة طويلة من الزمن فرغم أنها صحية ولا تسبب أي أضرار على الجسم إلا أنه بمجرد وصولنا إلى الوزن المرغوب فيه نتوقف مباشرة عن تناول الوصفة بهذه الطريقة وأنا متأكد مئة في المئة أن نتائج الوصفة ستتضح لكم من أول يوم وليس من أول أسبوع أو من أول شهر بل من الاستعمال الأول حيث ستلاحظون كيف أن القابلية للأكل قد تضاعفت وتضاءلت إلى نسبة لم تكونوا أبدا تتوقعونها وبالتالي سنتحصل في الأخير على الوزن المطلوب والرشاقة التي كنا نبحث عنها أيضا متابعية الأفاضل هناك طريقة تكميلية أخرى أنصحكم بها وأنصحكم باستعمالها وهذه الطريقة هي تكميلية وليست علاج وهي طريقة تدليك الناقلات العصبية يمكنكم عملها لوحدكم في المنزل وهي طريقة سهلة جدا لأنه في الطب البديل هناك اعتقاد شائع جدا بل ومجرب وأعطى نتائج جد فعالة وسريعة لسد الشهية وهذه الطريقة هي كالتالي وهو أن يتم الضغط على نهاية الأطراف والنهايات العصبية هذه الناقلات موجودة في القدم يعني باطن القدم حيث وفي وسط القدم نجد الجهاز الهضمي بحيث يمكنكم عمل مصاج للجهاز الهضمي مصاج خفيف للجهاز الهضمي أسفل القدم من خلال تدليك باطن القدم للشعور بالشبع قد تكون هذه الطريقة مفيدة ولكنها تكميلية أعيد طريقة تكميلية وليست علاجا نهائيا طيب متابعينا الأفاضل أتمنى أن تكون هذه الوصفات قد نالت إعجابكم ورضاكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو لكي تعم الفائدة ونستفيد كلنا من الأجر ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب في حال نال الفيديو إعجابكم تقبلوا مني تحياتي الخالصة دمتم أوفيا والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة